يو السلام عبدو بريجاز هنا وفي هذا الفيديو خلينا نعمل جولة لطيفة سريعة كذا عن عمر فيجيتا بين أحداث دراغن بول نو أضمن المهم التنبيه أن من بين كل شخصيات دراغن بول فيجيتا يمكن أكثر شخصية عمره ضايع بين أحداث القصة وهذا بشكل كبير يعود إلى كمية المرات اللي ولد استخدم غرفة الزمن لما أقول لكم الولد حلل الغرفة يا جماعة فهو فعلا حلل الغرفة هو يمكن أكثر شخصية استخدمها في الواقع في اثنين من المرات اللي فيجيتا استخدم دي الغرفة الولد دمرها بالكامل نتيجة التدريب الزائد ولذلك وعلى ما يبدو على الورق فيجيتا قد يبدو عمره أربعين هنا لكن فعليا عمره يمكن خمسة أو ستة وأربعين بسبب ذيك الغرفة لكن حبة حبة خلينا أول نبدأ من البداية وببداية أنا ما أقصد السين ساقة لا لا بل فيجيتا الطفل وتحديدا أول ما كوكو فيجيتا اتدمر ناو في هذه المرحلة من الحياتي حنا ما نعرف بالضبط كم كان عمر الولد لكن يعني مدينا نخمن هنا لأن كوكو فيجيتا اتفجر لما قوكو كان توه مولود يعني لا يتعدى عمره السنة واللي حنا نعرف عن فيجيتا هو إنه خمس سنوات أكبر من قوكو فلذلك لو افترضنا إن قوكو كان عمره سنة هنا ففجيتا كان عمره ست سنوات كذا خمس ست سنوات وللأمانة في البداية أنا استغربت إن يعني بدل عمر الولد قاعد يسافر إلى كواكب ثانية عشان يغز هو يتحكم قريبا نفس العمر الولد هذا ترسل إلى كوكب ثاني لا ومو بس كذا الولد حتى واجه فريزا الكائن اللي دمر كوكب بيبي فيجيتا الأصلي نعم قوهان ما كان تهديد كبير لكن هي على الأقل الولد قدر يهزة حبتين هو دون شك في عقلي إن هذا النسخة من قوهان راح يمسح الأرض من هذا النسخة من فيجيتا مؤقدا من جديد إن قوهان فعلا وحش وإن فيجيتا دوما دوما أخرته إنه راح يخسر هوهو يا راح أحاول يا عيال ما أطقتك كثير على فيجيتا في هذا المقطع لكن يعني راح يكون صعب راح يكون جدا صعب بس يعني راح حاول وفي الحادثة الأصلية اللي قابلنا فيه أمير الساينس كانت في انطلاقة دراجون بول زد الساينس ساقة وفي هذا الأرق فيجيتا كان عمره ثلاثين سنة يب يب وبثلاثين فهذا يعني إن قوكو كان عمره خمسة وعشرين هنا ونابا نابا كان عمره خمسين في هذا الأرق دايم عمره خمسين وتسوي فيه كذا يا فيجيتا الرجال حرفيا كان يغير حفاظاتك حرفيا ما في ولا وعلى طالي العمر يمكن هذا كان السبب ليش فيجيتا كان معصب من قوكو لي طيلة مجريات النزال يعني تخيل لو مثلا أخوك الصغير يهزمك في فيفا بعد ما كنت بكسه لمعظم حياته حرفيا هذا الرياكشن اللائق اللي راح يطلع منه لكن يا بعد ما فيجيتا اتبكس وتبهدل وانقطع الذيلة واندعس وتهان الرجال عطى الطاقم كذا نظرة وانحاش يب وإلى نامك نوى أحداث السيين الساقة والفريزة الساقة حصلت على طول وراء بعض فبامر عليه الكثير وفيجيتا في تلك الأحداث لسه كان عمره ثلاثين سنة ولو تبون تعرفون ايش خلاصة فيجيتا في تلك الأرق فيا هذه هي الخلاصة سن الثلاثين ما كان سنة كويسة لفيجيتا بصراحة فيا لكن على ايتيحال بعد أحداث الفريزة الساقة كانت فيه سنتين تايم سكيب وفيه حصل الكثير من الأشياء قوها نطول شعره وفيجيتا صار يلبس وردي أوه وترانكس كمان جاء من المستقبل طبعا في هذه اللحظة ودام عدة على الفريزة الساقة سنتين الآن سا فيجيتا الآن صار عمره ثلاثين يب 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 لكن سرعان ما ترانكس راح حصلنا على تايم سكيب ثاني وهذا يعني شيء منطقي ترانكس في نهاية الأمر حذر الطاقم إن بعد ثلاث سنوات الاندرويز رح يطلعون ويجلبون الفوضى للأرض فيجهزوا نفسكم ويا بعد ثلاث سنوات ومع انطلاقة السلساقة فيجيتا الآن صار عمره خمسة وثلاثين هل صار أقوى؟ هذا حصل فيعني أنتم قلولي لكن على العموم هو لسه كان ضعيف ولهذا السبب وفي هذا الأرك فيجيتا استخدم غرفة الزمن مرتين الأول هو بعد ما تبكى الصح من أندرويد ايتين والثاني بعد ما تبكى الصح من سل هنا فيعني على الورق هو خمسة وثلاثين لكن جسديا هو سبع وثلاثين بسبب ذول اليومين اللي غضاها في غرفة الزمن ويعني للناس اللي ما تعرف يوم واحد خارج غرفة الزمن تعادل سنة كاملة داخل الغرفة فيا هو بس ياريت لو استفاد منها لان يعني في الحالتين هو تبكى الصح فبس هذا فيجيتا في نهاية الأمر لكن يا السل ساقة خلص وفيجيتا ساعد بس من بعد هذا الأرك حصلنا على تايم سكيب ثاني وهذه المرة التايم سكيب كانت سبع سنوات فبجيتا في البوساقة صار عمره اثنين واربعين لكن جسديا اربعة واربعين ويا للأمانة بعيدة عن التقطقة يمكن هذه كانت أكثر أرك بجيتا فعلا كبر ولا هو ما كبر من ناحية فنونه القتالية لا 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 هو لسه هو لسه تبكى الصح في الواقع هو حرفيا كان كيس ملاكمة هنا لكن يا بس على العموم هو كبر كشخصية أخيرا بعد طيلة أحداث زد وإلى هذه النقطة من القصة الولد أخيرا عرف أولوياتها الولد تواضع وبدأ ينظر للعالم بطريقة إيجابية ويعني إيش نقدر نقول العمر لعب دور تقدر تشوف النج في عينيه يا ساتر وبعدين في البيريس ساقة الولد قاعد يرقص فيا فيجيتا البيريس ساقة حصلت أربع سنوات بعد البوس ساقة وفيه فيجيتا صار عمره 46 لكن جسديا عمرها الآن 48 وإذا حكينا عن عودة فريزا فهذا الأرك حصل تقريبا سنة بعد البيريس ساقة ففيجيتا صار عمره 47 و49 جسديا وخليني أقول لكم يعني هو كان عمره 30 لما واجه فريزا هنا وهو تهان فلما تشوف إن بعد كل ذول السنين الولد أخيرا قدر يكون ند حقيق لهذا المعتوه يعني كانت لقطة جميلة بصراحة لكن طبعا اسم العمل جوكو شيبودن فأكيد جوكو رح يكون عند الكلمة الأخيرة هنا ايه فيجيتا ما قدر يحصل على الفوز لكن هي نظريا هذا يمكن الأرك الوحيد اللي الولد مات هان يعني هذا الشيك بعد كذا كان عندنا أرك البطولة المصغرة ومن ثم أرك جوكو بلاك وكلا من ذول الأركين حصلت في نفس السنة حقات الفريزا أرك فياهم كلهم حصلوا في نفس السنة لكن فيجيتا استخدم غرفة الزمن مرتين خلال ذول الأحداث الأول استخدمها استعدادا للبطولة المصغرة والثانية هو استعدادا لمواجهة غوكو بلاك فيعني عمريا هو لسه 47 لكن في نهاية غوكو بلاك أرك جسديا صار عمرة 51 دايما بصراحة الحصن حظة أن الساينز ما يعجزون بسرعة لأن يا 51 ولسه قعد يتضارب للمتعة يعني هم في مستوى ثاني بصراحة لكن على أي حال بعد غوكو بلاك أرك حصلنا على أرك بطولة القوة وفي هذا فيجيتا صار عمرة 48 لكن مفاجأة مفاجأة حبيب القلب قرر يستخدم غرفة الزمن ثاني مرة يعني الحين دقيقة خلني نحسبها جسديا صار عمرة 52 الأخ صار عنده أربع سنوات فرق بينه وبين العمر الحقيقي يعني الوضع قلب مسخرة في القوكو بلاك أرك فيجيتا استخدم غرفة الزمن ودمرها وهذا بطبيعة الحال عصب مستر بوبو وقال ليهو إذا دمرت غرفة الزمن ثاني مرة هذه راح تكون آخر مرة تستخدمها سمعت؟ آه يا ففيجيتا دمر غرفة الزمن ثاني مرة استعدادا لبطولة القوة وإن حتى الآن الولد ما استخدم الغرفة ثاني مرة شكله مستر بوبو فعلا كان العم الحقيقي وفي البرولي أرك ما تغير الكثير الأمانة لأن يا هذا الأرك حصل حرفيا على طول بعد بطولة القوة ففيجيتا لسه كان 48 فعليا و 52 جسديا المورو أرك حصلت تقريبا سنة بعد البرولي أرك وفي هذه فيجيتا الحين صار عمره 49 و 53 جسديا ونفس الشيء إلى حد ما يقدر نقال للقونون أرك بما أن يعني الأركين ذول حرفيا حصلوا وربعض دائم يعني في زد أنا أتذكر أن في كل فترة وفترة كان فيه تايمسكيب يعني تايمسكيب سنتين تايمسكيب ثلاث سنوات تايمسكيب سبع سنوات أما في سوبر فعلى الرغم أن حصلنا على الكثير من الأركات في هذه القصة كل الأحداث حرفيا قاعدة تحصل وربعض يعني في مرحلة حصلنا على ثلاث أركات وكلها في خلال سنة ولا شيء أنا ما أعرف بصراحة إذا الجماعة قاصديني يصوون كذا بسبب نهاية دراغن بول زيد الواقعية ولا كل هذا صار بالصدفة يمكن التايمسكيب الوحيد الفعلي هو ما بين القرنولا أرك وأحداث سوبر هيرو التايمسكيب كانت سنتين وفي جيتا الآن أصبح 51 لكن جسديا 55 وأخيرا عندنا نهاية دراغن بول زيد الفعلي ناو هذه النهاية حصلت عشر سنين بعد أحداث البو أرك ومعظم إن لم يكن كل أحداث دراغن بول سوبر حصلت خلال ذول العشر سنوات وفي جيتا في هذه نقطة من القصة صار عمره 52 لكن جسديا 56 فيا حصل الكثير للأمانة من يوم ما تعرفنا عليه لأول مرة والقصة حتى الآن ما انتهت فيعني من يدري الدلوخ ذول يمكن رح يواسطون للتدريب وتبكيس الرؤوس حتى ما بعد سن التقاعد فيا ومن يدري يمكن في قادم الأحداث رح نشوف في جيتا يستلم الدوبليو ولو مرة في حياته على الأرجح هذا ما رح يصير لكن رجال قضوا عمره في هذا المجال أقال جه نقدر نتمنى هو إنه ما يتهان في حرفين كل منعطف لكن نشوف وإذا حبيتوا هذا المقطع لا تنسوا تشيكوا على مقطع قوهان بين كل أركات دراكن بول وفي الختام أتمنى أعجبكم المقطع ولا تنسوا ندعم بالاشتراك اللايك وشير رح يساعدني مرة في مواصلة إنتاج المزيد من المحتوى وسلام